بيوتي باي ليلة عباد بحلقة جديدة ودايماً الاهتمام بالنفس هو شغلة كتير منيحة مش بس جسدياً ولكن أيضاً معنوياً ونفسياً بيظلها الظروف الصعبية اللي عم نمرق فيها ليلة صباح الخير صباح النوع اشتقنا لك وأنا أكتر ولكن رغم كل الظروف مندلنا هيك نفتش بفصحة مثل ما بيقولوا أمل لحتى نظلنا شوي نقدر نتابع ونكمل ما في شيء إلا ما لازم دايماً أنت استفدت من هالغيبة لأنه رجعتين لنا أجمل فأكيدة في أسرار ليلة عباد للاهتمام بالبشرة وبالغلو كله مع الصيفية والبرونزاج بس اليوم رح نحكي عن شيء تاني ايه ما في شك اليوم حديثنا لحكون كتير مهضوم نسمع دايماً موسم الهر بيكون بموسم البتنجين هر الشعر ايه شو هايدي قصة هر الشعر بموسم البتنجين أنا تسألت كتير كنت أسمعها أنه عم بيهر شعري بموسم البتنجين وبلشت أسأل بالجبل في هالستات الكبار ويلي بيكون عندهم خبارهم يعني قلتلون شو صيت هالبتنجين قال مثل هايدي المرحلة بيطلع البتنجين الأبيض بيبلشوا يعملوا المكدوس كانوا السيدات هنوا عم بيحضروا المكدوس بهذا الشعر بحد ذاته يعني بنص سبتمبر بنص أي دول يلاحظوا أنه في شعر عم يتساءت بقى صاروا يقولونه يقولونه كيف يعني وقع الشعر يقولونه هيدا موسم البتنجين وتعودوا ولكن هي القصة حقيقية والبتنجين من الخليج للمحيط على طول كان فيه اهتمام بهالنبتة يليش يسميها ايج بلانت شبهوا للبيضة البيضة الغامقة البيضة الفتحة اوبرجين يعني كان دايما فيه البيضة تبع على شي هي السبب هي التبدلات المناخية هي التبدلات الموسمية لما بصير فيه تبدلات بالمواسم متل ما بنعرف هلأ سبتمبر اكتوبر نوفمبر هيدا شهر الهر وملاحظ بكرة اللي عم يجاهد الخليف عم نقرب على الخليف بتتبدل الحرارة بيتبدل الشعور عنا بيروح باتجاه البرد اكتر بعد شوي وزيت الشيء بالربيع لما منلاحظ اذار نيسان ايار كمان بيرجع فيه كمان هار هالموسمين هني الاقوى ما بين الفصول ولكن كل تلتة شهر نمرق بي تلتة شهر فيه نهار تلتة شهر لا بيضلون على مدة تلتة شهر بيضل على مدة تلتة شهر وهون بمدة الهر بيبلش الأطباء يوصفوا الأدوية اللي بتقوي الشعر وياللي هي مركزة على البيوتين وبيفايف والزينك والحديد وكل هالاشياء كما وانه في عوامل تانية بتكون بالهر وقصاصها كتير ولكن قصة البطنجين برجع بقول لانه بتذكر بيها الموسم ولكن حتى كان كتير يعني إلى أخبار غريبة عجيبة بقوله الأمير بشير كان في عنده طباخ شاطر قال له لحضر لك بتنجين ولو بتشوف شو طيب وشو مفيد وشو قام هالأمير بشير أعطي يكل 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 وحس بي تخمي وانزعج قال له تعالى هون لك ساعة تقول لي أدي هالبطنجين مفيد قال له والله البطنجين مدر وبيعمل تخمي وبيعمل انتفاق قال له هلأ كتعمت لي غير شي قال له أنا خادم لألك مش للبطنجين يعني كده شيء منزيده ومنفكر فيه كتير وكذا قال له أسباب نرجع نقول لا ولكن هاي الدراسات أثبتت أنه الفصول التبدلات كلها إلى تأثير ما في شك إلى جانب الاكتئابي اللي نحن هلأ عم نمرق فيه هالظروف الصعبية اللي عم نمرق فيها الأدوية والسايد أفكت طبعا إلى جانب عدم انتميهن على الحمية الغذائية يلي هي كتير بتأثر بيلي ما نركز على الأبوكيدو على سبينتش السبينتش السبينغ الأسميك الدهنية مثل السالمان البيض كل هالإشياء مهمة كتير لغذاء الشعر وما نعلي كتير بوزننا ونرجع نضعف لأنه لما بيعلى الوزن بيعلى التستوستيرون وهيدا بيأثر كتير على هارو الشعر بحال طريقة النظام الغذائي يعني شو اللي ما نقصنا من الفيتامين أكتا لما نقص الكاربوهايدريت بينقص السكرية بينقص السعرات الحرارية البروتينز كتير كتير مهمة بالمبدأ كل شي خضرة غامقة غنية بالحديد غنية بالزين كل هالإشياء لازم يكون فيه دراسة وبالنس لكل غذائنا قص الشعر بهالموسم بحد ذاته وهنا أنا بقول جيد جدا تبخي هلا أنا الجمع عن أمارات يلا بنا نشوف النيولوك بزيطة ودراسة اللونور هيركات يلي هي بعد الحديث عنه كتير يلي هي دراسة على لما بيكون الأمر مكتمل وهون بيكون قوي للشعر جيد جدا ما بعد الحمل بيصير فيه هر للشعر الحرارة يلي بنمرق فيها بالصيف وفجأة البرودة هالتبدلات المنخية التبدلات الحرارة منلاحظ أنه لما بنبرد هالدم بيتدفق على كل الجسم ولكن بيخد وقت ليوصل على أطراف الشعر ما بيكون كتير عم بفكر بطرف الشعر مشون هيك ببالش يصير فيه هر كمانا ليلى بس أي متى هيدا الشي بيكون طبيعي وأي متى بيصير زيد عن حده كمانا وشو بنا نقدر نحن نعمل حلولة نتفادها الموضوع هر الشعر ما بين يعني يوميا خمسين لمئة شعر عشي طبيعي ولكن الشعر بتمرق بمراحل أناجان كاتاجان تلوجان أكساجان كل هالإشياء لحتى نقول أنه هالمرحلة هي لتمرق بمطرح اللي بترتاح فيها الشعر وبكون ضغرة هي وعم بتهر عم تحضر حالة شعر جديد اللي حتى تطلع يعني تقريبا ما بين 24 ل 72 شهر عمر الشعر يعني طبيعي إنها تكبر وطبيعي لما بنكبر نحن إنه الشعر تثن يعني يضعف يصير رئيق عوامل الأدوية ريتينويت بناخدها الإشياء اللي أدخل بي حب الشباب وهالإشياء ما بنكون عم نفكر إنه إلا سايد أفكت على الشعر وبرجع أقول أنا السترس كتير له تأثير وعوامل تاني الهرمونية بتلعب كتير دور إذا كنا عم ناخد أدوية لمنع الحمل من أن ننتبه إنه لما منوقفهم معقول كتير يصير في هر لازم يكون فيه متابعة مع طبيب لحتى ما يصير فيه هتا بدولات أي متى لازم يكون فيه متابعة مع طبيب يعني إذا مضى أكتر من شهر مثلا أو إذا زاد الهر أو إذا على فترة أكتر من شهرين يعني كيف أي متى بيدق نقص الخطر ومنضطر إنه نستشير الطبيب لما كتير بنعمل استرس هو عم بيهر الشعر دايما فيه نقص الخطر لأنه نكون عم مفكر فيها كتير يعني لما بقول أنا تعرضت لبنج شي طبيعي أنه يكون فيه شوية تهر ولدت شي طبيعي يكون فيه شوية تهر المواسم مثل ما كنا عم نقول ما بين الصيف والخريف ما بين الشتاء والربيع كل هالإشياء هالتبدلاتي اللي بتمره لازم أعترف فيها أنه لح تترك آثار ولكن أي متى بخاف لما بنام وبقوم بلاقي على المخدة كتير الشعر عم يتساقط لما بكون منتبهة لكل الأمور بدي فكر أنه فيه جينز العامل الويراسي له كتير تأثير ولكن بزيت الوقت فيه أنا قوم هالشي بالرياضة بتنشيط حياتي حتى يضل النشاط قوي فكر إذا فيه مشكلة بفحص دم بسيط يلي هو بيركز على نتعرف إذا فيه نقص بالحديد نقص بالزينك بكل هالأمور وat the same time الغدة الدراقية لكتير أسباب لما بتنشط كتير إنها تأثر على هر الشعر ما فيه أقول عامل واحد ولكن فيه مرحلة عمر الشعر بتكون عم تاخد البترن يلي أنا لح ياخده شعري لأنه فيه عامل الجيني يلي هو بأثر كتير كتير على صحة الشعر أنا بدي أقول شي أنا اكتسبته مع حالي بالشعر يلي هو أنه بتركه يطول ولكن ما بكون مع مقصه يعني دايما كعب الشعر بهالطريقة لازم ننتبه أنه بدي يكون السميك كعبه مثل الأول مش يكون رأه صار رقيق يعني صار شعرتين بآخر الشعر يعني لما منلاحظ أنه الشعر سمكه من تحت مثل قوته من فوق لاحظة مثل عنديك هيدا شعر صحي بس أنا رح حصن شوي ايه ما في شكه وضروري ولكن لما بيصير كعب الشعر منوصل منشوف شعره هيك لخصلي هالقد السميكي معناتها بلا الشعر يتعب وليح يمرق بالمراحل كلها يلي نحن عم نحكي عنها غصب من عنه الشعر لأنه منكون عم نضره ميكاني كليب في كتير اشياء بتضر رانيا يعني لما بشد شعري على طول أكيد لحيصير في هر لما بتعرض يلي بنتفو من هنا لطرف شعره صحح وبذات الوقت ميت الكلكير ميت البحر الكلور الحرارة العالية اللي بتكون بالشمس لما منعرضها للشعر من دون منع حط زيوت هالأمور كلها إليها سايد أفتس ولكن ما سرح شعري هو أحد الأسباب صارت السيدات بتخاف علوك طبع شعر أنا ما بتمشته تمشيت الشعر بيحاكي الشعر بيدلل الشعر بيخلي الشعر أنه ينبسط يفرح ويضل في عنده مثل بلانتس أكسيجان كنا عم نحكي من شوي عن الأكسيجان وهيدي الواقع وكان عم يحكي عن الحمية الغذائية اللي هي كتير ضرورية والاكتئاب له كتير دور وبدنا نجرب نقول أنه نحكي حالنا بكل الأمور ونحط الأشياء دايما لأديم للبوزيتف وأنا كنت عم بحضركم كل هالفترة وكنت كتير معجبة بكل الحلقات يلي كنتوا عم تعملوها لحتى نقوي من معنويات الناس لحتى نساعد الناس بهالمرحلة والخاصة لصغار يلي بيمرقوا بالاكتئاب وبكل هالتعب النفسيني يلي بيتوصل يصير تعب جسدي وبيأثر مش بس على الشعر على نفسنا وكما كان عم بيقول أنا إذا بزعر بحس حالي مش عم بقدر أتنفس النفس بتعرفي كل وقت حاطين به إكسكوزمي ماسك ولما نحط ماسك يعني لما منحنا لما نكون عم نضعف الدهون بدل ما تطلع بالكاربون دايكساد منها مسكرين عليها يعني عم بيفوت كمان كاربون دايكساد يرجع على الجسم يعني كل هالتشي بتأثر على الشعر وعلى كتشي ليلة الخلطات الطبيعية قدي فيها تكون عم بتأثر إيجابا قدي فيها تكون عم بتساعد كمان حتى نكون عم ما في شك إنه الخلطات الطبيعية إيجابية وجيدة جدا وإلى تاريخها أنا بدي أقول شي إذا ركزنا على هالوصفة بدي أعلمكم إياها تجيبوا نصحبة أفوكيدو صغيرة تحطوها بالخلاط وتضيفوا عليها زيت الخروع تقريبا نصف نجين أهوة ونصف نجين أهوة كوكونات أويل أي زيت الجوز الهند ونرشا عم ضيف لقلون صفار بيضة هالخلطة بديكن تتأكدوا إذا عملتوها مرة بالأسبوع لحتحسوا نمو وشعر كتير قوي ولكن في شي كانوا يعملوا بالماضي واسموا الجوخة الجوخة يعني يجيبوا شق في تقميش كانت تكون تعمل مثل سكراب قد ما هي قاسية يفرقوا فيها السكالب أي جزور الشعر لحتى تتحرك أو يجيبوا تومي ويحكوا فيها شعرهم قبل ما يحطوا أي علاج لحتى يعملوا تدفق للدم تيرجع على بصيلات الشعر قدي هاي القصة مظبوطة أنا بقلكن أنا ما مجربي توم والبصل بل توم والبصل أنا مجربي سفر البيضة منصير بمشكلة تانية اللي هي الرواية بس أنا مجربي سفر البيضة وبدي أقول شي إنه كانت الوالدة كان عندي أصعب شي أصعب مرحلة لما يجي يقولوا بدي أحطوا لي سفر البيضة على شعراتي ولما بدي أقصوا شعراتي كانت تقص لنا على قرسون يعني تقص أصير كتير بكل مراحل النمو يعني قبل سن العشر سنين ممنوع يكون عنا شعر حلو وطويل لازم تكون عطول أصير لحتى عملية الغسيل تكون صحية للتنظيف تكون والتشطيف يكون صحي أما قصة سفر البيضة لأنه كان في اقتناع بالبروتيينز ومكونات سفر البيضة كان يضاف لأيها هالزيوت من دون أي شيء اسمه أبوكيدو أو كل هالإشياء فقط زيوت المتوفر يلي كان وقته زيت الزيتون هو الأكثر شيوعا لأنه ما كانوا كتير بالجبع اللي يحكوا عن الكوكونات أويل متما بنحكي بالغرب كان ينضاف زيت الزيتون وزيت الخروع ينحطوا على شعرنا وتجيب منشفة تلف شعرنا بمنشفة سميكة أنا بقدر أقولك أنه أنا عندي شعر كتير سميك مش بس وراسيا سببه تنعى أنه كان فيه اهتمام وقص الشعر واتبعت أنا بهالاهتمام وأدخلت هالوصفة بكتاب مملكة الجمال وصولا لطبيعة جمال لخلطات شرقية وكانت الناس كلها اللي عم تجرب عم دايما تقول أنه النتيجة كانت جيدة why not give it a try بهالأيام ما في كتير بالحبوحة انتظروا آخر سؤالي